لذلك الله يسلمكم تفخيم حرف الاستعلاء باختلاف حالاته فتحا وضما وكسرا ليس واحدا وعيد تفخيم الحرف المستعلي إن كان مفتوحا أو مضموما أو مكسورا ليس على درجة واحدة من أقدم النصوص التي وصلتنا ممن تكلم على هذا الموضوع أبو الأصبغ أبو الأصبغ بن علماء الأندلس تكلم على أن الحرف المستعلي أفخم ما يكون إن كان مفتوحا ويليه مين المضموما ويليه مين المكسور ولما جاءت المئة الثامنة وجاء الإمام ابن الجزري الله يرحمه ألف كتاب سماء التمهيد في علم التجويد كان عمر ابن الجزري 17 سنة كم سنة كان عمره؟ 17 سنة ذكر كلام أبو الأصبغ لكنه عدل عليه قليلا قال صحيح المفتوح أفخم ما يكون لكن إذا مفتوح وفقط ما هيكون مثل مفتوح بعده ألف المفتوح يلي بعده ألف الألف تترك مجالا أكثر للحرف حتى يتفخم يعني لما نقول قالوا قالوا انظروا إلى فمي قالوا قالوا الألف هذه اللي جاي بعد القاف عم تترك مجال أكثر للقاف حتى إيه؟ تتفخم بخلاف أن نقول قد قد كان لكم آية قد أنت تنطق القاف المفتوحة ومباشرة شو عم تعمل؟ عم تنطق إلى الدال بينما المتقول قالوا قالوا الألف هذه عم تترك لك مجال تاخد راحتك أكثر بإيه؟ بالتفخم فقال أنا أفرق بين المفتوح الذي بعده ألف والمفتوح الذي ليس بعده ألف في بينهم درجة شو في بينهم؟ درجة ثم هناك أمر أبو الأصبغ ما تكلم على الساكن أبو الأصبغ شو قال؟ أفخمها المفتوح يليه مين؟ المضموم يليه المكسوب طب الساكن فالإمام الجزري جعل له منزلة برأسها تحت المضموم وقبل مين؟ الساكن آه وقبل المكسور يعني هنا هنا شايفين؟ إذن هذا المفتوح جعل الجزري شو قبله جعل؟ مفتوح بعده ألف مفتوح ليس بعده ألف مضموم هنا جعل منزلة لمين؟ للساكن والمكسور مكسور إذن هو ما خرج عن الهيكل العام الذي ذكره مين؟ أو الأصبغ لكن عدل عليه تعديلا صحيحا مقبولا يعني أنت لما يقول يخ جرب يخ داعون يخ لها درجة من مين؟ من التفخين جاء في العصول المتأخرة إمامنا وشيخ شيوخنا الإمام المتولي رحمه الله الذي نشرف بالانتماء والانتساب إليه شيخ عموم المقارئ المصرية المتوفى سنة ألف وثلاثمائة وثلاثة عشر يعني من مية واثنين وعشرين سنة رحمه الله وغفر الله له ذكر أبياتا ضمنها هذين المذهبين لتفخيم حروف الاستعلاء ما هم المذهبان؟ مذهب أبو الأصبغ ومذهب مين؟ ابن الجزري لكنه زاد على مذهب أبي الأصبغ أن الساكن يعامل معاملة الحرف الذي قبله الساكن يعامل معاملة الحرف الذي قبله يعني إن كان حرف الاستعلاء ساكن وقبله مفتوح يعامل معاملة مين؟ المفتوح وإن كان ساكن وقبله مضموم يعامل معاملة وإن كان ساكن وقبله مكسور يعامل معاملة المكسور هكذا قال المتولي منذ مية وعشرين سنة تقريبا لكن كلامه مو دقيق ما هو الدقيق ليه لأن الساكن اللي قبله مكسور يعني هو من حيث التخسيم النظري لعله أخذها من الراءات نحن في الراءات نقول إن كانت الراء ساكنة شو نعمل ننظر إلى ما قبلها إن كان مفتوح من فخم أو مضموم وكان مكسور لعله أخذها من هنا لكن عملياً نحن مثلاً قالوا ربنا غلبت علينا شيقوتنا على كلام المتولي لازم نعامل هذه القاف معاملة قي ولا لا ولا أحد يفعلها ولا حتى المتولي نفسه كلاتنا قرأنا ربنا غلبت علينا شيقوتنا شيقه وليس شيق ما تعمل معاملة إيش وإذا قيل لهم ما تعمل إيه قرأ باسم ربك ما أحد يقول إيه قرأ باسم ما أحد يفعل هذا ولا حتى طلاب المتولي ولا طلابهم اللي هو الضباع يعني الله يرحمه انتبهنا كيف؟ فلذلك سيدنا المتولي الله يرضى عنه حيجي بعد شوي معنا أبيات إله سنذكرها في حينها إذن لأئمة التجويد كما نرى على اللوحة في تفخيم حروف الاستعلاء كم مذهب؟ مذهباً انتبهوا لهما المذهب الأول لأبي الأصبغ عبد العزيز بن علي السماتي الإشبيلي المعروف بابن الطحان توفى 561 يعني قبل الشاطبي بنحو 29 عاماً الشاطبي توفى 590 المذهب الثاني لإمام القراء وحجتهم محمد بن جزري 833 وإليك تفصيل كل المذهبين على المذهب الأول اللي هو مذهب مين؟ أبو الأصبغ مع تعديل المتولي بقى مين أفهم شيء؟ المفتوح سواء كان في قبله ألف مثل قاله أو ليس عفوا مو قبله بعده بعده ألف أو ليس بعده ألف إذا فيه هكذا اسمع قال قد ما فرق بينهم أبو الأصبغ المضموم يقول المكسور قيل قيل واضح؟ أما الساكن فيعتبر مشكولاً بحركة ما قبله هذا من ضيء من زيادة مين؟ متولي شو قال؟ طبعاً اللفظ حيكون صحيح هنا يقطعون هذا الساكن قبله مين؟ مفتوح سوقنا هذا ساكن وإيه؟ مضموم شيقوتنا هذا ساكن قبله مكسور لحظنا الهيكل العام الهيكل العام ثلاث مراتب والساكن يتبع ما قبله على كلام المتولي مذهب الجزري أفخم ما يكون حرف الاستعلاء إذا كان مفتوحه شو فيه بعده؟ قال هادي أفخم من قد مفتوح ليس بعده ألف واضح؟ المرتبة الثالثة يقول يعني المضموم المرتبة الرابعة الساكن ولا يعتبر ما له علاقة بإيه؟ بالحرف الذي قبله يقطعون سقناه شقوتنا والخامس والأخير الآيه؟ قيل قيل واضح؟ هذان هم المذهبات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر